وبفقرة خطار تحديداً اليوم ضيفنا الأستاذ بهاء حسن خليفة رح نتحدث عن بعض المنتجات العشبية المهمة لصحة أكتير من الأشخاص بعض المشاكل اللي بتعانوا منها وأكيد بتحبوا يكون علاجاتها طبيعية وبمنتجات ممكن تكون متوفرة في البيت عنا وببعض المكونات اللي انتوا بتقدروا تساعدوا لحل العديد من المشاكل طبعاً قبل ما نبلش حوارنا مع الأستاذ بهاء أول شغل مساء الخير أستاذ بهاء أهلاً وسهلاً فيكم نورنا أهلاً وسهلاً فيك بدي أنوح شغل لكل اللي بتابعونا بأنه بإمكانكم تتواصلوا معنا على رقام هاتفنا الظاهرة أسفل الشاشة أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك بأي استفسار حابين تسألوا فيه الأستاذ بهاء بموضوع أنتوا حابين تبحثوا عن علاجه أو استفسار عن عشبة معينة أو إشاء أنتوا حابين تاخدوا معلومة عنه فإحنا بانتظار اتصالاتكم أهلاً وسهلاً بالجميع بدي أرجع رحل فيك أستاذ بهاء من جديد أهلاً وسهلاً فيك يعني بداية كنا متحدد تحت الهواء عن فوائد الأعشاب الطبيعية بشكل عام إيش ممكن نلخص هذه الفوائد بداية؟ يعني مثلاً زي اللي ينسون نحكي بكل بيت موجود حساً ينسون كثير مثلاً إلو فوائد للغازات وللقلون ومهد للأعصاب لازم يكون بكل بيت نعم تمام؟ زي البابونج هذول الأعشاب لازم تكون المتداولة بين الناس جميل يعني زي القرف اللي هي درسين بالعراق لازم تكون بكل بيت كمان إنها كثير إلها فوائد يعني درسين معرقة بتوصل الدورة الدموية كثير إلها فوائد أخص للنساء أو للرجال يعني اللي عندهم مشاكل بالسكر يوخ الدرسين يشرب درسين الدرسين كثير إلها فوائد لأن النساء اللي عندها حيض تشرب درسين أيام الدورة تشرب درسين كثير كويسة الدرسين كثير إلها فوائد زي مثلاً قشور الإسباغول بس الناس ما بتتدولها ما بتعرفها إلا أغلب اللي بعرفهم قشور إسباغول كثير كويسة مثلا للتنحيف إنها فيها ألياف يعني هاي زي السفنجة اللي بتكون عندها مثلا السوائل محتبسة في الجسم بتأخذ بقشور إسباغول كثير لها فوائد الإسباغول للتنحيف زي السفنجة بتسحب وما لها أي أضار حتى للقلون وللقلون العصبي وللغازات كثير لها فوائد حتى للتنحيف إنها بتقطع كمان شهية وشور إسباغول بتفرد زي السفنجة جوا الجسم بالنسبة لموضوع التنحيف كثير من نسمع مرات أنه يعني موضوع التنحيف ما بيعتمد على عشبة معينة هو بده جهد هل في عشبة وكثير كمان مشوف خلطات مثلا عمواقع التواصل الاجتماعي إنه هاي الخلطة السحرية وأنا جربتها بنزلك في 15-20 كيلو صح هذا الحكي لا مش صحيح أنا قبل هالمرة حكيت لك شاب إليها فوائد وإليها أضرر بس إشي ينزل 15-20 كيلو ما فيه في الدنيا كلها ما ترد على الحكي هاد بدك تضريها بتنزل تعالي وهاد إحنا ضده هس الأعشاب إليها فوائد وإليها أضرر زي ما نحكيت لك زي السلمكة السلمكة بتنزلها عشرك بننزلها بس هاد إحنا ضده السلمكة أكثر من يوم يومين حكيت لك ابن المرة إنه ما بصير إن استعمالها أكثر من يوم أو يومين السلمكة ما بصير هاي هي اللي بتنزل الأعشاب بس إشي سحري إلى الأعشاب ما فيه ما فيه بدنا نهتم بأكلنا وغدانا عشان نتعشى عشا خفيف صحي لسلطة خيار مع لبن لهانة هذي يكون عشان لازم نتعشى ودمام نتعشى بزيد وزننا نعم العشا ضروري عشان تحرق الجهاز الهضمي يشتغل لازم العشا ضروري طب فيه ناس بيتخدوا أسبب إنهم يبعدوا عن كل النشويات يعني ما بياكم خبز يخففهم الخبز حشي قطح حاله يحرم حاله لا مثلا كنت أكل رغيف خبز بصير أكل نصه كنت أكل صحن روز بصير أكل نصه حلو أعمل حمية لحالي يعني عشان العشاب كمان تساعدك مش أن والله أخد أعشاب وأركن على العشاب لا كمان بدي أركن إنه أنا بدي أعمل حمية ودير بالي على صحتي جميل كثير كمان بنسمع بي خلطات يعني ناس مثلا بيعلنوها على مواقع التواصل الاجتماعي وبتلاقي الناس مثلا خصوصا الكبار بالعمر نعم بيجرب بتلاقي بصحهم من الصبح بفروم توم بنقع بمية حس التوم كثير يابر اللي بأدونس وبيشرب نعم فهذا نتحكي الفكرة اللي كنت بدي أحكي فيها يعني هاي الأشياء مثلا والخلطات في ناس بتقنحهم أنهم حتى يعني التارف الكبار بالسن مثلا فيه أدوية دورية لازم يستخدموها مية بالمية إنه يتوقفوا عن هاي الأدوية بيأخذوا هذه الخلطات صحيح هذا الحكي نعم التوم هس كثير له فوائد التوم صيدلية طبيعية سبحان الله التوم كثير له فوائد حتى للكلسترول لدهون الثلاثية للضغط ممي على الدم مسيل التوم ضد البكتيريا التوم بس التوم أكثر من سنين ما بتاخد في اليوم بس شو ممكن تكون مضاره يعني إنه مسيل الدم بصير زيادين لازم سنين تهرسيهم تكلهم مع علبة لبن مثلا خاتر علبة لبن هذا التوم الأفضل إنه يتاكل ما يتاخد ينبلع بلع وينشرب وراء موي ما بتصير هذا حكي لازم التوم تهرسيهم تخديهم مع علبة لبن خاتر وتكريهم التوم كثير له فوائد للكلسترول للدهون الثلاثية للضغط بيعدل الضغط التوم ما شاء الله عليه التوم ضد الفطريات وضد كثير له فوائد فوائد عديدة طب في أعمار معينة لازم ياخدوه أو يتجنبه والله عادي التوم يعني من أي أخده أي واحد بس واحد يكون ياخد مسيلات للدم ما بصير إنه ياخد معه مسيلات للدم نعم إنه التوم مسيل للدم طب هذه الوصفات اللي بتنتجر على مواقع التواصل الاجتماعي هل يعني هي بتكون منتجات مثلا كلها طبيعية موجودة في البيت مكوناتها طب هل ممكن إنه خلط أو مزج أي شيء مع شيء بطريقة خطأ يعمل مضاعفات لشخص يعني أفضل إيش العشاب لها مقادير ولها محادير نعم كل إشي إليه مقدار مثلا 100 جرام 100 جرام خلاص هذا الخليط اللي أنا بخلطه تعالي مثلا ينسون مثلا للقلون على سبيل مثلا أنا بعطيك بالقرامات مع بعض اللي بعطيك أيام 100 جرام 100 جرام عشان أنت ما تتوهي لما أنت تروح عند العطار تقول أعطينا والله 100 جرام 100 جرام 100 جرام من كل نوع بخلطه مثلا سهل خلطك خلط سهل بس مش مش العطار يخلط لك إياهم لأ أنت أخذ كل إشي الحاله تفرج عليه العشبة أنا 100% هي العشبة اللي بنا إياها نعم وبتخلطيها بتخلطيها أنت ببيتك وصير مثلا تخدي معلقة عكوب مي ساخن طبعا الأعشاب مي ساخن بتتنقى على مدة ربع ساعة وتصفى وتشرب نعم نعم طيب يعني بعض المشروبات أو خليها نحكي الأعشاب اللي تحكي أنه ضروري تكون في كل بيت وضروري أنه يوميا أخذها شو ممكن والله زي الزنجبيل الزنجبيل زنجبيل ليش بحكوا الزنجبيل إنه بيرفع الضغط الزنجبيل اللي مع ضغط ممنوع يخذ زنجبيل آه اللي مع ضغط اللي معه ضغط أو بيرفع ضغط أو بخذ أدوية ضغط بس زنجبيل بشكل عام بيعطبور للجسم وضد الأمراض نعم الزنجبيل علاج العليل في الزنجبيل آه يعني والدي رحمة الله عليك كان إله كتاب بيسمي علاج العليل في الزنجبيل خبير العشاب حسن خليفة الزنجبيل كثير وكمان إله فوائد نعم يعني فوائد حتى متدخل حتى للجهاز الهضم الزنجبيل ما شاء الله عليه حتى لو معه قلوه حتى ما تخفيش منه لو حتى واحد معه قرحة الزنجبيل بيجنن الزنجبيل عدنا معرف بحسنه دائما عشانه حرارته عالي يعني في حروره بتوصل الدورة الدموية الزنجبيل الناس بتحذر منه نعم الزنجبيل كثير إله فوائد بس ما هو واحد معه ضغطه يخطوه الزنجبيل إله جرعاته معلقة صغيرة يعني على كوب حليب على كوب ميبس هاي هي الزنجبيل جرعاته ما يكثر واحد بجرعاته ذكرت لي في الحلقة الماضي إنه الأطفال بالذات نتجنب نعطيهم الأعشاب طبعا بالقدم كان ما في علاج غير الأعشاب مية بالمية طب إيش اللي بفرق زمان عنهم لا يعني زمان مش نحكي زمان نحن نرجع الناس لأيام أجدادنا يعني أنت بتعرفي والدي رحمة الله علي كان نرجع الناس كمال لأيام أجدادنا زمان من بيتنا إحنا نحكي بس إنه نعطي للناس أطفال واحد ولا تخش بأمراض تعطيه سكري تعطيه معاه ضغط طفل إنت هسا واحد لا سمح الله كبير أجد أنا أعطيه مثلا كن معاه هبوط في الضغط أجد أعطيه مثلا ما بصير صح فمتع هذا هو هبوط يعني حتى الهبوط أنا دائما ببعد عنه اللي معاه هبوط تمام اللي بتعطيه شغلات اللي ترفع ضغطه مثلا جميل إحنا معنا إتصال من عدراء خلينا نحكي ألو مساء الخير عدراء أهلا وسهلا فيك طمنينا عنك كيف أمورك كلها بخير على مود الكرش والأراضي تفضلي تفضلي حابة تسألي أستاذ بها أي شيء عدراء سامعيتنا طب تفضلي حابة تسألي الأستاذ بها أحسن خليفة أي سؤال بخصوص موضوع معين أحسن عفا الأرداف والكرش والكرش أهو تمام يعني أفضل إشي للأرداف والكرش دهني بزيت الزنجبيل ولي في كيس نايلون أهو نعم وتحركي لمدة نس ساعة زمان بتصير تعرق بتنزل الأرداف والكرش كيس نايلون تحركي تقرقي عشان تقرقي تصير في تقرق نعم عدراء واضح السؤال في استفسار ثاني واضح عيوني حبيبتي وموفقة يعطيكي ألف عارفة شكراً لمشاركتك معنا شكراً عيوني كل شكر لحضرتك وأيضاً يعني كل اللي حابين يشاركون بأي استفسار للأستاذ بهاء حسن خليفة فاستدار ستتواصلوا معنا على أرقام هاتفنا الظاهرة أسفل الشاشة واضح جداً أسئلة النساء دائماً عن تنزل الوزن نعم ها هي المشكلة الدائماً مع قبيتنا نعم ها هس أفضل إشي زيت الزنجبيل بس كون زيت مية بالمية زيت طبعاً من العطار طب هلأ بدي أسأل السؤال كل العطارين بيجيبوا منتجات طبيعية نيب للوزن والله لا يعني إحنا كمان مرات من خلص من هذا الإشي هي نحكي يعني إحنا بالمملكة الأردنية الهاشمية يعني تعال مثلا على محلي تمام مستحيل أحط إشي مثلا صيني نعم مستحيل تمام أنا لما أشتغل شغلة بأشتغلها كلها مرخصة من المؤسسة العامة للغداء والدواء جميل جميل هذا المهم نعم إشي مية بالمية الأعشاب لما أنا أوديها والأعشاب لأن أنا أشتغلها لازم أعقمها مستحيل أدخل على محلها وعلى مؤسسة أعشاب زي العطارين مش أنا أحطي شوالات مثلا باب محلي وقع ببيع بالناس لا كل عشب أيش مسماها كل عشب تاريخ إنتاج وإنتهاء هاد ضروري تفاصيل مهمة هس أنا بروح بروح عندي العطار بحكي له حط لي ينسوا طبع أنت عارف أنت لينسوا أنه صرب جوز عشر سنوات في الشوال لا العشاب بتسوس إلها موضة صلاحية وتنتهي طبعا العشاب بتسوس وبتخرب حتى بتخيل الناس تدار تميز بالطعم بين الأشي الجديد والقديم لما أنت تكون عشاب مية بالمية معقمة يعني على مستوى مؤسستي لما مثلا على مستوى البابونج نحكي زهرة البابونج نفس ما هي بتلاقيها حط عليها تاريخ إنتاج وإنتهاء وإسم العشبة جميل مش خلطة اسم العشبة أنا ضد أي واحد بعمل خلطات يعني حتى والدي رحمة الله عليه لما علمني ضد أي بن آدم يعمل خلطة مبهمة لازم تعرف الناس نعم لازم تعرف الناس نعم نحن معنا اتصال عمار العبيدي من بغداد مساء الخير عمار أقول الغلالي بغدان أأتي العين يا خانان سامرة ما بعد الشغلة والعشرة حلوة يا شكس توجدني شوك أحلى اللي غريب لأن كان صديق قديمني بكناسا مرة تحياتي للضيف وتحياتي للك وتحياتي للإتصالات وتحياتي لأجمل وأرقى و أعلى اللي غيرها اجمل لكن بأشatt Lower the-igos يا خناسة مرة في العراق تحياتي لكم وشكرا جزيلا لكم شكرا إلك عمار نحن سعيدين جدا بسماع صوتك وصديقنا الدائم والقديم أيضا في برنامج استراحة الظاهرة ما عندك أي استفسار عمار؟ راح عمار بتمنى دائما أوقات طيبة وسعيدة لعمار يعني هاي طاقة طاقة إيجابية لمهاتفات ثانية من تجينا على البرنامج يعني ما شاء الله عليك الله يسعدك يا رب أيضا نحن سعيدين بوجودك معنا أستاذ بها أكد الناس في عندها استفسارات عديدة فكل اللي حابين يشاركونا بأرقام هواتفنا ظاهرة أسفل الشاشة بتقدروا تستفسروا عن أي شيء حابين تستفسروا عنه من خلال أرقام هواتفنا لتطرحوا السؤال على الأستاذ بهاء حسن خليفة بهاء خليفة نحكي يعني عن موضوع الأعشاب وطريقة حفظها في البيت هلأ في ناس بتاخد أعشاب ما بتعرف تحفظها بطريقة صح ممكن تنتهي مدة صلاحيتها بشكل سريع عس أفضل إش كل عشبة مثلا أنت بتخليزي ما أنا فهمتك مسماها عشان الناس ما بتعرف شوي تسجل إش اسم العشبة تاريخ اللي جبت فيها صح؟ تاريخ الانتاج وانتهاء أداش ما أفضل تضل في البيت يعني؟ والله هي ثلاث سنوات آه بتطور يعني مدة طرق أي أعشاب ثلاث سنوات من تاريخ الانتاج والانتهاء بتحفظيها بمرتبان محكم يكون ما بدخلوا هواء ما بدخلوا هواء تمام بتحفظيها بمرتبان وتحط عليها تاريخ الانتاج وانتهاء وتبعديها عن الإضاءة وتبعديها عن الجو اللي فيها حرارة كثير عالية أو رطوبة نعم أو رطوبة يعني يكون الجو معتدل مش إنه والله هي حارة كثير بتسوس العشاب بتسوس لو أنك عقمتيها وخلتيها بحرارة عالية بتسوس لازم العشاب تنحفظ زي ما بنحفظ البهارات زي ما بنحفظ كده لازم نعم يعني هذه الطريقة بتخيل بالحفظ ممكن في ناس بتركز على فكرة أنه تحفظها بطريقة يعني خلينا نحكي أنه تكون بأكياس أو ببعض اللي بصير بتضل مثلا بالكيس نفسه اللي بيجبوه من عند العطار بصير هذا الاشي صح يعني بصير 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 عادي بص إنها ما تبعدوا عن الحرارة ما تبعدوا عن الحرارة الكثيرة الحامي الجو الحامي كثير في بعض المنتجات بيجبوها من العطار بيحطوها بالفريزر ما بصير يعني زي الزنجبيل أنا بشوف كتير ناس بحطه عادي الزنجبيل عادي أنت بالجمدي عادي بصير الزنجبيل بس إنك تحطي بودر الزنجبيل لا بودر الزنجبيل لا لا ما تحطيش عشاب بالفريزر ضد العشاب ما هي بتعرق ما بصير خصوصا بالدول اللي فيها ارتفاع لدرجات الحرارة يعني زي العراق دول الخليج نعم بحس إنه يعني بيستخدموا هذا الشيء بحطوه بالفريزر ما تحطي بالفريزر فوق الثلاثين اللي بتصير هاي بضرب الكريم بفسد تعمم يعني كل إشي إلو إلو درجة الحرارة تابعة الثلاثين يعني كان خمس وعشرين مثلا في المئة ثلاثين بالمئة عادي بصير بس إنك فوق هالحكي هذا ما بصير لازم بعدا كل بيوت ناسة كلها مكند أشياء وكلها مكيفات ما في يعني يعني بالعراق كلها أكيد كونديشينات نعم نعم بدك تحفظ أنت بس بالفريزر جوة لا إنك تحطيها عشاب وتخزنيها تمام نعم أغلب الناس يتركز على فكر التناول الأعشاب في فصل الشتاء أكتر من الصيف طبعا يعني حتى دائما بقول لكم مثلا إنه لازم على السهرة يكون في بريق في مثلا بابونج ينسون طبعا الإرفة كثير بيركزوا عليها الزهورات المشكلة نعم نعم يعني هل أنت مع هذا الشيء يعني بقول لك بالصيف إحنا ما منحب لا يعني أو الجسم بيحاجب الشتاء أكتر من الصيف والله لا الثنين يعني الواحد يتعود على العشاب بس شغلات يعني ما بدك أنت كطاقة وكبور الواحد كيلو عسل أحكيك حط عليه قرفة اللي هي الدارسين عسل عليها على القرفة بتعطيك بور وبتعطيك طاقة وكثير لها فواد يعني هسا القرفة أحكي لك حطيها أو زنجبيل إعجنيه مع عسل وحطيه على السر وحط لزقة لمدة أربعين يوم بتشفي كثير من الأمراض على مستوى إعجني القرفة القرفة أو الزنجبيل إعجنيهم حطيه على السرة على المكان وحطي لازقة الجروح كل يوم ضلي كرريها كرريها لمدة شهر أربعين يوم كل أغلب الأمراض بتروح من الجسم البناء أدم سبحان الله سبحان الله بس كون عسل مية بالمية كون أعشاب مية بالمية معقمة كل إشكل مية بالمية المشكلة تعرف شو بالوقت الحالي كثرة المنتجات بتخلي الناس تشك بجودتها بأنه هي فعلا مية بالمية خصوصاً موضوع العسل الأعشاب يعني صار في ناس عم بتقلد هذا الشيء مية بالمية أو مثلاً عم تكسروا بشيء تاني لحتى تخفف من جودته خصوصاً إذا كان سعره غالي لحتى توفره للناس بأسعار جداً بسيطة يعني أنا صراحةً مرة صارت معي موقف عشبة لا أذكر شو هي جبتها من عطار كانت الكيلو ببيحة بـ 25 دينار يعني أنت بدك تقول قداش بنقول بالدولر بنقول 30 دولر تقريباً يعني لا يتجاوز 3 أو 4 دولر طبعاً تتخفف شو الفرق يعني؟ كيف هدا التاجر عبي ببيحة بـ هذا السعر وهدا التاجر ببيحة بـ هذا السعر؟ طبعاً هسا في عندك الشابود أنتي على مستوى الكركم يعني معقول أنا أشتري كركم الكركم مثلاً كيلو بـ 5 دنانير كركم أنا بحب الكركم دائماً يطحنوا قدام عينك هي درنت الكركم تمام درني بيجي زي الأصبع درني الكركم بيخففوها مثلاً بيخففوها بالأصفر بيعطوا للناس أصفر بدل الكركم لا الكركم بيختلف عن الأصفر صح تمام بيصير طبعاً السعر القيمة أقل للناس تعالي بيخففوها الكركم بيخففوها مع النشا بيبيعك الكيلو أو الوقية مثلاً طبعاً تتعالي دوري للأعشاب لما إيش يكون مية بالمية طبعاً سعرها فيها صح مية بالمية وإنها تنطحن قدام عينك الأعشاب لازم تنطحن قدام عينك عشان تعرفي زي الكركم دارانت الكركم والله أنت أو تخديها أنت بتطحنها ببيتك صح في ناس بتحب يتخلص بيدها نعم مية بالمية يعني كل العشاب وهذا الصح اللي أنت قلت نعم العشاب إلها فوائد وإلها ما شاء الله محر العشاب ما شاء الله عليها وكثير الفوائد والناس تستفيد وبترجع للطب البديل والطب الأساسي بترجع له الناس بتستفيد عليها جميل جداً أنا بدي أشكرك جداً أستاذ بها أحسن خليفة طبعاً أنا ننوه للناس إن إحنا اللقاءنا معك رح يكون أسبوعي إن شاء الله وكل الناس اللي عندها استفسارات بقدر جاهزها كل أسبوع لحتى أنا بشكر قناة سامرة وبشكرك الله يسعدك أهلا وسهلا فيك وأكيد إحنا يعني في كتير ناس بتحاول تتصل دايماً لكن صعوبة الإتصالات والخيف في العراق عم بتعرف هذا الموضوع إن شاء الله مرجع إن شاء الله إن شاء الله بكل حلقة رح نفتح مجال بكل أسبوع إن شاء الله ونساعد بإذن الله تعالى يعطيك ألف عافية نورتنا اليوم مساعدين جداً بوجودك معنا أهلاً وسهلاً فيك شكراً لك